طيب خلينا نروح لهنا أبو القاسم ولقاء مع المدرب العام كابتن تامر مجدي تفضلي هانا برحب بيك كابتن هايسا من جديد وبديوفك كرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ولسا مستمرين معاكم في لقائتنا الحصرية على شاشة قناة النادي الأهلي ومعي في هذه اللحظات كابتن تامر مجدي المدرب العام للفريق في الوضع طبعا برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي ألف مبروك الفوز يعني رجال الأهلي ماشيين بخطة ثابتة جدا الحقيقة في بطولة الدوري حتى أمام اليوبرس يمكن أقوى منافسي في المجموعة أهلا وسهلا بحضرتك كل سنة ومطيبين مستدى المشاهدين ومستمعين زي ما حضرتك شرحتي الحمد لله احنا ماشيين كويس جدا كابتن ميدو بعمل تبادل بين اللعيبة والنهاردة شفنا أشراقنا حمزة وأشراقنا زياد ومجموعة صغيرة كل مطشو الحسيني الحمد لله كابتن ميدو بعمل تبادل في الفرقة والحمد لله ماشيين كويس وماشيين بخطة كويسة في مطشو اليوبلس وسبورتين نعتبر أن كل الفرقة كوية وطبعا إحنا ماشيين وبنحافظ على الفوز الحمد لله ببقى فيه مع الفوز ده كمان أداء مشرف والحمد لله زي ما الناس وإستاذ المشاهدين شايفين الدنيا ماشي كويس الحمد لله جماهير النادي الأهلي دايما بتكون حريصة أنها تطمئن على الفريق عايزي حرب تطمننا على الفريق والإصابات والله زي ما حضرك شفت لسوق الحظ الإصابتين اللي عندنا أو الثلاث إصابات محمد عدل المطش اللي فات يعني مش إصابات لا تمرين ولا حاجة المطش اللي فات إصابة وإن شاء الله أسبوع بالكتير ويبقى معنا وبودي برضو إصابة في المطش اللي قابليه إن شاء الله برضو عشر تيام ويبقى معنا إن شاء الله أحمد قط بإصابة في كتفه لأنه لسه راجع من إصابة فرجع الولد اشتغل على نفسه وحب أنه يكون موجود مع زميله بدري عشان الدوري السناد طويل فأحب يكون بدري يعني تحمل شواء على كتفه إن شاء الله برضو يعني إحنا في خلال الإسبوع أو مع انتهاء الدور ده إن شاء الله الإسبوع الجاي في المبارات سبورتينج يكون إن شاء الله كل الفرقة جاهزة والحمد لله يعني زي ما حررتك قلت بطولة الدوري السنادي طويل عايزين نعرف بقى إيه استعدادات كل المرحلة القادمة إحنا بداية فترة أعداد كويسة جدا المطشط دي واخدينها بمحمل الجد وكابتين ميدو بيعمل تمرين صبح وبعض الظهر والولاد ماشين كويس كل مرحلة لها وقتها وكابتين ميدو في وصل كل وقت لمرحلته وبنشتغل عليها وإن شاء الله يعني على المدى بدليل إن كابتين ميدو بيعمل تبادل بين الناس فالحمد لله الدنيا ماشية كويسة وكابتين ميدو مرحل تدي في النهاية بقى عايزين رسالة الجماهير النادي الأهلي يعني هي دايما عايزة تطمئن إن شاء الله البطولة بتكون في الجزيرة إن شاء الله فرقة الكرة الطائرة في النادي الأهلي يعني غنية عن تعريف وجمهور النادي الأهلي بتعشم دايما خير في الفرقة والحمد لله إحنا وعمرنا ما خزلناهم وبنوعدهم برضو إن إحنا إن شاء الله مش هنغزلهم وبنعمل أقصى ما في وسعنا وربنا يوفق إن شاء الله بشكر حريطة جدا يعني ده كان لقائي مع كابتين تامر مجدي المدرب العام للفريق مستمرين معاك يا كابتين هيسب والآن العودة لك مرة أخرى في الستوديو هانا أبو القاسم ولقاء مع تامر مجدي المدرب العام يعني الحاجات دي كلها واللقاءات دي كلها بتقربنا أكتر من الفريق وتخلينا نعرف إيه الفكرة إيه الاستراتيجية اللي بيكون بيها الجهاز الفني